اشتركوا في القناة ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وكان يقصد الحبيب المصطفى سيدنا يوسف ابن سيدنا يعقوب ابن سيدنا إسحاق وصولا إلى أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم النهاردة أتكلم على سيدنا إسحاق بشرة الملائكة لسيدنا إبراهيم والسيدة سارة التي تعجبت كيف تلد وهي إمرأة عجوز وعقيم عندها 90 سنة ولكن هنا المشهد لازم نقف عنده حينما تتعطل الأسباب فنلجأ إلى مسبب الأسباب هنكلم فيها النهاردة عن الصبر الجميل مع سيدنا إسحاق وقصته كمان السيدة سارة إن شاء الله تعالى تكون حلقة ممتعة بوجود ضيف القيمة والقامة أستاذ دكتور عبد المنعم فواد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الرواق الأزهر تحياتي لك يا دكتور شرف وضافه أهلا وسألهم مرحبا من نسطاها ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم يا رب العالمين اللهم أمين قبل ما ندخل ونكلم على قصة سيدنا إسحاق لازم يعني تستوقفنا هذه المقولة الشائعة لدى البعض اللي هي من هو الزبيح إحنا كنا حالة العدد حضركم نتكلم على سيدنا إسماعيل وده الزبيح عندنا نحن المسلمين من هو الزبيح؟ هل سيدنا إسحاق أم سيدنا إسماعيل؟ والإشكالية دي سببها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنة وفي كل اللقاء إن شاء الله وأن ينفع بنا وننتفع به وينتفع به كل مشاهد ومستمع كريم اللهم أمين وأن يحشرنا في زمرة هؤلاء الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين نتحدث عنهم لنأخذ العبر من قصصهم والقصص كما ذكرنا في بداية الحلقة قبل ذلك حينما تذكر في القرآن ليست قصص روايات سوقية على سور الأسبكية ولا غيرها ما احترمنا إنما قصص من أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص في أي قصة مهما بلغت من الدراما ومهما بلغ فيها تقدم التقني والكاميرات التي تنقل المشاهد وغيرها لا يمكن أن تصل إلى ما وصلت إليه كاميرات القرآن الكريم في هذه اللقطات التي تتحدث عن قصص عظيم يبدأ بقصص الأنبياء ويمر بقصص الحياة وما فيها من حيوانات ومن طيور ومن غيرها وأحداث وكل ذا سنأتي عليه إن شاء الله بقدر المستطاع إن كان في العمر بقية فنشكر حضراتكم على يعني اهتمامكم وفي قناتكم الكريمة بنفع الناس من خلال عرض هذا القصص ونسأل الله الإعانة في ذلك نحن وقفنا مع شيخ الأنبياء ومع أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم قبل ذلك الآن مع ذرية سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم هو أمة كما قلنا إن إبراهيم كان أمة لدرجة أن البعض يتعارك على سيدنا إبراهيم المسلمين واليهود والنصارى وقالت جماعة سيدنا اليهود قالوا إحنا تبعنا سيدنا إبراهيم النصارى قالوا تبعنا سيدنا إبراهيم المسلمين قالوا إيه تبعنا سيدنا إبراهيم هذا يعني أن الشخصية التي أمامنا الجميع يريد أن يحتضنها يتكالب عليها ويعيش في كنفها لسبب واحد بسيط أن هذا الرجل اللي هو جد الأنبياء وشيخ الأنبياء واب الأنبياء وابو الأنبياء هو الذي وهب نفسه لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيائي ومماتي لمن لله رب العالمين لا شريك لك خلاص أنا سلمت أمر كل لله وتحرك كل خطوة في الحياة إلى الله وصل من العمر ما وصل رأينا قبل ذلك وصل من العمر 80 أو 86 سنة وبعدين ما لقش يعني عدل في الحياة إن صح التعبير أو ما لقش طريق يعني يخفف أحزانه في وحدته هو وزوجته إلا الدعاء فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي ربي هب لي من الصالحين وهنا يلفت النظر أن إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله إذا ضاقت عليك الأرض والسماء فقل يا الله إذا ضاق بك الرزق فقل يا الله إذا لم تنجب أولاد قل يا الله إذا أصابك الهم والحزن والضيق قل يا الله إني ذاهب إلى ربي سيهدين شوف اللقطة البعدها مباشرة إني ذاهب إلى ربي سيهدين فبشرناه بغلام حليم ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم اللي هو سيدنا مين إسماعيل سيدنا إسماعيل اللي اتكلمنا عنه في اللقاء الماضي خلاص أول ما قال يا رب هب لي من الصالحين مجال ثم بشرناه فبشرناه والفاء في العربية للترتيب مباشرة إذا كان الإخلاص في الدعاء لله وأنا وبدع ربنا مش حاضط حياتان بس أنا أقول يا رب لكن أنا عارف الأمورة تكون بعد عن ربنا ديمة انفعش ديمة انفعش لما تقول يا رب على طول يكون ربك في قلبك وإنه والله العظيم لو اجتمع الإنس والجن جميعا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء أو ينفعوك لن يستطيع هذه مسائل نفس القضية قصد التوكل على الله سبحانه وتعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام مين الغلام ده سيدنا إسماعيل وصفه إيه شوف يبشره صالح حليم اعلم أنه مش هيبقى ولد سيء ولا ولد مجنون ولا ولد لا يقدر العواقب ولا ولد لا يساندك في الحياة ده حليم إيه معنى حليم يعني حليم يعني لا يمكن أن يهرع ويجزع من مصائب الحياة تلاقي راجل ثابت فأنت حتى وإن بلغت من الكبر يعطيها تلاقي بجوارك سند يسندك حليم ولذلك لما قال له هدبحك يا ابني طاوة ما قالوش يا بابا إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده لا يا بابا يا بني إني أرى في المنامي أن أذبحك فانظر ماذا ترى يا أبا تفعل ما يا أبا تفعل ما تؤمر مش قلل يا أبا تدبح افعل ما تؤمر يعني نعرف في الأمر بتاع ربنا وإن أسندك في طاعة ربنا شوف السقة والطمأنينة والجمال فلما الإبني لجي أبوه مش غلط في الحياة يرتشي يسرق يعمل ما يقولش لأبوه يا بابا إيه الحاجات الحلوة ده أنا عاوز سيارة وعاوز عربية وعاوز كذا طب أنت عارف أبوك مش قادر لا ده أنت تقف بجواري في هذه الحالة صحي وتقول له يا بابا الكلام ده غلط وإني طاعة ربنا هي الأهم صحي فيجي سيدنا إسماعيل يقول لأبوه طاعة ربنا هي الأهم ما تؤمر افعل ما تؤمر طيب وتأتي القصة اللي ذكرناها ويجي الزبح والكلام ده وربنا يفدي سيدنا إسماعيل إسماعيل فديناه بذبح عظيم وبعدين يقول عن إبراهيم أنا فديتك فديت ابنك علشان أرضي قلبك لأنك أنت من المحسنين وكذلك نجزي المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين وبعدين من هو المحسن المحسن هو الذي يزيد في طاعة الله فوق ما كلفه الله 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 يعني ربنا كلف إبراهيم أو كلفنا أحنا مثلا وكذلك لما يقول ربنا وكذلك نجزي المحسنين مش إبراهيم فقط يعني الإحسان هو الاستزادة الاستزادة فوق ما فرض الله تمام تفسير ذلك من فين تعالى شوف قول المولى تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بيصلوا فوق الفرائط كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون مع إنه مش مفروض يعني قبل الفجر تجيب يستغفر ربنا وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ما قالش حق المعلوم حق للسائل والمحروم يعني فوق الزكاة زادوا وأعطوا الفقراء والمساكين فوق زكاتهما التي فرضها الله فلما بيطلح حاجة زيادة فجل فرضوا ربنا توصف كمحسن بتقول أنت محسن طيب إيه رأيك الإحسان ده مش حقا فالجزاء الإحسان إلا الإحسان فربنا هيجزيك أكثر فإنت يا إبراهيم نفست أمر ربنا إنه من عبادنا إنه كان من المحسنين وما دم أنت كده من عبادنا المؤمنين وطالما أنت كده فبشرناه بإسحاق بعد إسماعيل اللي كانت نتيجة صبر إبراهيم وتنفيذ الأمر الله النجاة إنه يا ربنا يفديه يقول له مش كده بس مش هخلي لك إسماعيل لوحده معاك ده أنا هجيب لك واحد تاني استبشر تاني وتاني آه الله إزاي من هو جلوا إسحاق الله فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرة الملائكة لا أشوف كده بشرة رقم واحد اتنين البشرة التانية إنه نبي إنه وظيفته نبي يعني اتحقق آه دخل في القوى العاملة السماوية إن صح التعبير نبي نبي هنا تأتي اللقبة التانية أنت سألت سؤال النس بيقول هو الزبيح إسحاق ولا إسماعيل لا الزبيح إسماعيل سيدنا إسماعيل آه ليه ولكن في العقيدة عند اليهود وبني إسرائيل إنه هو الزبيح سيدنا إسحاق ده من العناد هذا اللبس يعني من أين جاء هذا اللبس ده من العناد هم يظنون أن إسحاق عشان معه الظرية الكثيرة وبتاعه فهو الذي يتلقى يتلقى بهذه المسألة لكن نحن معنا الشاهد كل آيات القرآن تقدم إسماعيل على إسحاق على إسماعيل حتى عدد الزكر نفسه فعدد مرات الزكر سيدنا إسماعيل أكثر ده رقم واحد رقم اتنين إنه التوراة نفسها التوراة نفسها للذين يقولون من اليهود بأن إسماعيل هو الثاني وليس الأول وإن الذبيح هو إسحاق تقول التوراة وولداء لإبراهيم إسحاق وإسماعيل عنده أربعة عشرة أو أربعة عشرة سنة يعني الفرق أربعطاشر سنة أيوة على حد ما بين سيدنا إسحاق ومش كده بس أربعطاشر سنة لقطة تاني في سفر حزقيال تقريبا الإصحاح تلاتة وتلاتين أو ما يحضرني بيقول على إني قال المولى أو قال الرب لإبراهيم خذ ابنك وحيدك واذهب به إلى أعلى الجبل خذ ابنك وحيدك وخذ به إيه طب لما يقول له وحيدك وبعدين يقول له إسحاق جاء وعمري إسماعيل أربعطاشر سنة يبقى مين اللي كان وحيد منطقية سيدنا إسماعيل إسماعيل منطقية الترتيب ومين الأكبر واللي قال بالسن التوراة أربعطاشر سنة وقبلها التوراة بتقول خذ ابنك وحيدك ده مش وحيد إسحاق مش وحيد إسحاق هو الإبن الأصغر إسماعيل إنه جاء وكان إسماعيل موجود وعنده أربعطاشر سنة ده لقطة بنص التوراة ربما لا يصدقوا القرآن لا بنقولهم التوراة التوراة بتقول خذ ابنك وحيدك وذهب به إلى الجبل بتذبحه والتانية بتقول ولد إسحاق ولد إبراهيم إسحاق وإسماعيل عنده أربع عشرة سنة يبقى ما كانش وحيد الوحيد كان إسماعيل والمقصود بالزبح إسماعيل يعني كده قول فصل الزبيح هو سيدنا إسماعيل ده بكلام التوراة تمام خلاص إن التوراة اللي جالت الكلام ده جالت إنه جالت لإبراهيم خذ ابنك وحيدك وروح بالجبل طب ليه عشان تذبحه تتقرب به إلى الله اللقطة التانية بتقول لما ولد إسحاق كان إسماعيل عنده أربع عشر سنة سنة يبقى الوحيد ده المقصود به إسحاق ولا كان إسماعيل إسماعيل ده بنص كلام التوراة حتى لا يقولون إنه القرآن بس اللي قال كلام ده ده رقم واحد رقم اثنين مناطق الزبح كلها والهدي والكلام ده كله موجود فيهم اللي هو تقليد لسنة إبراهيم موجود في مكة اللي هو الزبح الزبح والهدي والكلام ده كله موجود في مكة لو كان إسحاق هو المقصود بالذبح وتمشي سنة الزبح عليه لكان هذه الشعائر في الشام لأن إسحاق لم يولد في بلاد مكة إنما ولد في بلاد الشام في العراق تحديد في فلسطين في فلسطين ده هو تجوز نعم والذي ولد في مكة سيدنا إسماعيل إذن مقر الميلاد هو الذي فيه الهدي والشعائر فلو كان تقليد الزبح هذا بالفداء العظيم والذي مشى عليه الناس من وقت إبراهيم إلى يومنا هذا كان إسحاق لكان الأمر يوجد في الشام ولا يوجد في مكة إذن الواقع يشهد أن ميلاد إسماعيل كان في مكة وأن الذبح كان في مكة وأن الشعائر الآن موجودة في مكة في المولد الذي ولد في إسماعيل ولو كان الأمر عكس ذلك لكن انتقل الأمر إلى ميلاد إسحاق مفهوم؟ يبقى حنا عندنا قضيتين تثبت أن الذبح هو من؟ سيدنا إسماعيل سيدنا إسماعيل وليس سيدنا إسحاق طيب نروح له شاهد تاني وبرضه مشهد تاني هو أكثر من روعة هو فيه الحسن للتكال على الله سبحانه وتعالى وأنك أنت بكون جبر الخاطر من ربنا لما يجبر خاطر السيدة سارة على عمر 90 سنة وتتعجب وتعمل الحركة كانت نسيت سيدة سارة كانت نسيت خالص طبعا إنها تنجي بواحدة عندها 90 سنة وبعد 14 سنة كمان على حد قول التوراه العمر الفتر بينهما بين سيدنا إسماعيل سيدنا إسحاق فكده يعني قضي الأمر الذي فيه تستفتع لما تيجي البشارة التحليل بقى ما كانش فيه تحليل من مستشفى زيتونة والمستشفى زمالك والمستشفى قصر العيني التحليل بتاع الميلاد الذي أثبت أن هناك ميلاد سيقع أو أن هناك طفولة التحليل اللي أظهره مين اللي كشف هذا التحليل؟ الملائك 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 مش تحليل دم ده تحليل إيماني واقعي صحيح ومفوش هزار يعني إن قال هو الحق طبعا ولقد جاءت رسلنا خلي بالك قصة إسحاق ذكرت في 16 مرة في القرآن الكريم لكن التوضيحات والتفصيلات كانت في أكثرها في ثلاث صور الصورة الأولى صورة هود والصورة الثانية صورة الحجر والصورة الثالثة صورة الذاريات وبعد ذلك كله تلتقي الحبكة القصصية حينما تجمع كلها تلتقي في ملتقى واحد وهو بيان القصة من كل جوانبها قصة ميلاد سيدنا إسحاق إسحاق بدأت القصة الزي والتحليل الإلهي لهذه القصة كان الزي ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة ده في صورة هود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون دخل الملائكة في الضيوف وما كانش ملك واحد تلات ده كانوا تلات ملائكة سيدنا جبريل تلات ملائكة لم يذكر أسماؤهم من إنما القرآن أتى كما هي سلاما وهذا يعني أنه لما تدخل أي بيت تلق من أدبيات تلق أدبيات وده من عقائد ومن حق صاحب البيت يرد عليك سلاما أي سلاما متجددا لكم في أي لحظة سلاما قال سلام سلام ثابت ولا أحيد عنه أبدا فلابد لأن الرد واجب علي وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فرد هنا سلام غير سلاما الأولى التجدد والثانية إثبات دائما لا يمكن أن ينقطع على الإطلاق لكن الملائكة ممكن يقولوا سلام مرة والمرة الثانية هيلقوا عذاب مش هيلقوا سلام على نس تانية لكن صاحب البيت المسلم دائما عنده السلام ولذلك شعائر ديننا السلام من شعائر ديننا القتل والإرهاب وتقطيع الرقاب وترويع الآمنين ونرمي قنبلة هنا ونرمي كذا ونقول أنا قلبي أخوف تخوف مين أنت بتخوف نفسك سلام تحييتهم فيها إيه؟ سلام سلام وبعدين أفشوا شوف الثقافة الجميلة أفشوا السلام بينكم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاثة كل ده مأخوذ من آداب سيدنا إبراهيم الذي كان أمه سلاما سلام بس أنتم قوم منكرون أنا مش عارفكم بس لم يظهر هذا إنما في نفسه وسكت كده وأول ما دخلوا البيت استقبلهم وهنا يبدأ الآداب والأخلاق الإسلامية العالية التي أرسق واعدها سيدنا إبراهيم عليه السلام الكرم فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ ما قالش مرة يقول حنيذ في الصورة دي والمرة التانية قال فجاء بعجل سمين أي العجل سمين النقطتين مع بعض العجل سمين ولكن قدم هذا العجل بطريقة رائقة عالية في تقديم أرقى أنواع الطعام وهو اللحم المشوي اللي بنسميه إحنا عندنا الكباب ولذلك يقول لك يعني قطعة لحمة كباب تساوي 20 حلة كوسة صحيح ده جمال الضيافة لما يجي لك ضيف كده تقديم أحسن ما عندك طبعا هو وظيف الرحمن بعض الناس معينه يسمع الآية في المسجد ورا الخطيب ويصلي بيها وليل ونهار لكن لما يجي له وظيف يقول له إيه تشرب شاي ولا منتش كيف تتعشى ولا تنام خفيف ده 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 هو الكرب ده شوف سيدنا إبراهيم يعلمني الكرب ويعلم حضرتك وعلم الدنيا كلها قالهمش تاكلوا إيه ولا تشربوا إيه أدتموا بعدين إنما راغ إلى أهله كلمة راغ يعني أسرع مش تباطع حتى في المشية قل لك فراغ روغه فلان بدأ يجري والمروغة للسرعة السرعة الشدي فأسرع إلى أهله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ما قالش تعملوا دبحوا إزاي ولا عملوا إزاي أتى بالقصة كلها عشان ما تعبناش في الله يعني هاجبوا ني مش معقولة ولذلك قالوا الطعام الجميل الذي قدمه إبراهيم في كلمة حنيز هو أرقى أنواع الطعام لأن الطعام إنما قد يكونوا بالشي عن طريق النار أو الشي عن طريق الحجر وده موجود عند العرب في الخليج وغيره يجيب لك حجر رقيق جدا كده ويولي عليه النار لغاية ما تطلع منه الحجات دي وبعدين يضع عليه اللحم وده في الخليج كلمة لحم حنيز ومقلقل وكبه نفسك كلمة وحتى عند الإخوة اليمنيين أتلاقي اللي حاجد دي كتير والمطعم اليمن لك الواحد يحبه جدا صحيح طبعا 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 ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا ده تقليد لأبي إبراهيم عليه السلام بسم الله سبحانه وتعالى الكريم وقال في حديث ثاني الكريم حبيب الله الكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار شوف الصورة الحلوة الجميلة دي قريب من فين؟ من الله قريب من إيه؟ من الناس وبعدين؟ قريبا من الجنة وبعدين بعدين عن مين؟ عن الناس عكسه التاني البخيل عدو الله قريب من إيه؟ من النار بعيدا عن الجنة بعيدا عن الله بعيدا عن الناس بعيدا عن الجنة قريبا من النار ولذلك البخل ده فظيع حتى في أدبيات العرب يقولك الكرم بدار العيوب يعني لو واحد كريم وعنده بعض العيوب ممكن يعني أن الناس تتقبلها بيتدجاوزوا الناس عنها إكراما لكرمه لكن في ناس عنده أموال لا يكرم نفسه ولا يكرم أولاده ولا يكرم الفقراء والمساكين ودي مصيبة يعني الرجل البخير اللي كان في الموجود كده وكل ما يترك أولاده يمشي من البيت يترك أولاده يكفل يضع الطعام كله ويكفل في الأوضة وما يطلعهوش إلى آخر هذا ماذج حقيقية دي بتحصل وفي يوم جفل على الأولاد جي لجي الأولاد ايه تعشوا طب تعشيتوا ازاي دي ما جيتش قالوا لي يا بابا أنت مش عندك الجبنة قالوا أيها يا ابنة عندي جبنة بس أنا معلقتها في السكف وقفلت عليها قالوا يا بابا كنا نبص من خرم السكف كده من خرم الباب ونبص على الجبنة ونكتع اللجمة ونأكل يا الله جلهم الله يخرب بيوتكم ما تكلوش حاف أبدا سبحانه ده المخل ده والله الحسين فإيجب على المسلم ألا يكونها بخيرا شوف سيدني ابراهيم عليه السلام يذهب إلى أهله ويأتي بعجل حنيز قربه إليهم ما تكلوش قال ألا تأكلون وبعدين ما قالوا مش أنا خايف منكم فأوجس منهم خيفة في هذه اللقطة اللقطة التانية اللي هي في صورة الزاريات بيقول إن منكم في صورة الحجر إن منكم واجلون خايفون خايف منكم قالوا لا توجل إننا نبشرك بغلام حليم أو بغلام عليم الله الغلام العليم اللي هو مين سيدنا إسحاق إسحاق والغلام الحليم اللي هو مين سيدنا إسماعيل سيدنا إسماعيل سبحان الله ولذلك حتى سيدنا إبراهيم وقف كده قال أنت بتبشروني بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر كان عمره تجاوز الـ 120 سنة أيوة على أن مسني الكبر ومعلوم على أني الكبير لا يأمل أنه يعني ينجب ينجب على أن مسني الكبر ما قالش أنا في الكبر قال ده على أن يعني أنا ماشي مع الكبر ماشي واقع فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين الله لا تكن مليائسين اللقطة دية تكلم عن نفسه اللقطة التانية بقى بتاعة سورة الأهود اللي احنا بنتكلم فيها راغ إلى أهله فجاء بعجل حنيز فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليهم فأقبلت الغيت ما قال فأقبلت امرأته في صرة صوفة فسكت وجهها ضربت ايه مش لطبت يعني ضرب أو بالمعنى كده صح وقالت ما قالتش ده الرجل كبير زي ما ده زوجة كبير ده عجز لا قالت أنا عجوز عقيم سكت وجهها وقالت عجوز عقيم شوف الأدب في البيت الصالح اللي يعرف ربنا سجال الحوار شوف هي ما لتش على جوزها أولا المحادسة المحادسة الموجودة الهاتفية أو الموجودة الآن كانت بين مين بين السيدة صارة لا الأول كان مع الملايكة سيدنا إبراهيم مع الملايكة وسيدنا مين وسيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم انضمت للمحادسة السيدة صارة الله جت تجري كده أسرعت وهي بتقدم الطعام والعجل الحنيز والطماطم والحاجات اللي وراها دي كلها وبعدين سمعت الحوار ده فدخلت على الخط الفرحة إيه لأنت تقوله ده ومرأته قائمة أي قائمة تخدم القوم ومرأته قائمة فضحكت ضحكت إيه من التعجب إيه لكلام اللي أنا سمع هذا ومن الفرحة إبراهيم الوصل 120 وأنا وصل 90 سنة هو يتجوز عليها تاني وليه لا ست تعالي شوف الموضوع ومرأته قائمة فضحكت فسكت وجاء وقالت عجوز عقيم وبعدين قالت مرتان إن هذا الأمر هو برضو قال إن هذا الأمر عجيب وهي إن هذا الأمر عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله الأمر ده مش أمرنا إحنا طب إبراهيم في اللقطة التانية فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق يعني أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق وقالوا لصارة أنت بتتعجب مني نحن ده الكلام مش من عندنا من إيه أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته زي ما تقول لي يا أخي أنت زعلان مني ربنا يغفر لي ويغفر لك أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد لاحظ اللقطتين عشان بناء الأسرة حتى إن هي كانت محترمة جدا في الخطاب عن زوجها استوقفتني يعني أول التهم بالبلد كده ما رمتش على جوزها وقال الدرجة الكبيرة أبدا هيخلف جابت الإسقاط عليها هي دي قيمة الزوجة الصالحة التي لا تجعل زوجها دائما موضع اتهام هو اللي عمل هو اللي قال هو اللي فعل هو اللي مش عارفينه هو اللي خرب البيت ده كله ده غلط كله ده غلط لكن على طول نسبت المسألة نفسها ليه هي فقالت إيه الله على الجمال سكت وجهها سكت عجب سكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا أتعجبين من أمر الله ده الأمر أمر ربنا هو برضو بنفس الطريقة لم يرمي الأمر على الزوجة وقلت دي هذه اللي تعباني في البيت أنا كان ممكن جبت مئة ولد لكن العجوز دي فقدت الأمل فيها شوف الأبد قال إيه أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون ده أدب الأنبياء أدب الزوجة مع زوجها أدب الزوج مع زوجته ومش الأدب ده خاص بإبراهيم بس عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه السلام ما هذه العبرة والعزل اللي احنا عايزينها من القصة ده حصلت قبل كده مع سيدنا زكريا سيدنا زكريا كان يدعو ربنا زي ما كان يدعو إبراهيم تعالف إبراهيم لما بشر بإسحاق وبشر بإسماعيل وعاشوا بالفعل معاه وكبروا ورأى منهم أنهم في طاعة الله وفرح بأولاده اللي بيحفظوا أوامر الله وطاعة الله زي ما إحنا الآن بنحفظ نفرح بأولادنا اللي بيحفظوا القرآن ويقولوا للناس سلاما وسلام عليكم لكن يطلع بعض الناس يقولك تحفظوا عيالكم الدين والقرآن غصبا عنهم ليه تخطفوا أفكار الأولاد ده مسؤول منك مين اللي قال لك أنت مولودة أنت أصلا مخلفوا علشان تحفظوا القرآن يا سيدي بعض الناس خرجوا يقول إيه يقول إن تعليم الأطفال القرآن من الصغر هذا اختطاف لطفولتهم كيف يفهموا آيات من القرآن لا يعرفونها بعيدوا الأولاد تسمعوا الموسيقى نحترمنا مع الموسيقى وكل شيء لكن يا سيد الفاطل القرآن لا يتعب ولا يخطف الطفولة بالعكس طيب أقول لك حاجة وسطه لهؤلاء نسأل الله الهداية لنا ولهم اللهم أمين أنت بتعلم طفل ابنك اللغة الأجنبية أو لا بتوديك يجوان وكيجتو أو لا كلنا بنجري وندفع فلوس صح أو لا طيب الطفل ده بيتعلم حاجة بيفهمها بيتعلم حاجة فوق قدرته أو مش فوق قدرته طيب ليه ده مخطفتش الطفولة بتاعته صحيح تخطف الطفولة اللي يحفظ القرآن ولا تخطف طفولة اللي بتعلمه لغة واثنين وثلاثة وثلاثة مش بتعلمه السباحة وطفل صغير هويته نفسها بتبرد عنه بتنزله المية ولا وغصب عنه وطفل صغير إيه الهدف تعلمه هتقول لي أنه ده ما ينفعش تسرق طفولته نعم يا سيدي الأب والابن ما هو الكيب بمكيالين ده متاح يعني على مدار الزمن الأب والابن الأب والابن إذا رأي أن الولد يتعلم شيئا يفيد حياته وبلاده يفعل هذا حتى وإلا ما يفهم الولد صح فتدخلتش في فلسفة عقيمة ها دي مهترات بتحصل ولذلك أنا لسه هرجع للجانب الأسري بشرت امرأة سيدنا إبراهيم صار بعد تسعين سنة بشرت بولد ما كانش على بالها وربنا بشروا سيدنا إبراهيم بهذا الولد وبيلوا وصفه الثاني اللي هو عليم يعني زو علم وأخلاق وقدرة وهذا ده اللي عاوزه الأب من الأولاد صح ولا عشان دعوته هو أنه ربنا يرزقه بأولاد وحدد سيدنا إبراهيم صالحين يعني مش في المطلق ده برضو ردا على البعض ولذلك اللي شوف ربنا يخلف خلف بس أي حاجة اللي شوف أولاد صالحين يحمد ربنا ويقول يا رب يحفظهم لأسرتي صالحة زرية يحفظهم لأسرتي ولبلدي ولبيتي ولوطني ويجعلهم من الصالحين على المهندسين وطباء ويقود إعدعيلهم سيدنا إبراهيم قال رب هب لي من الصالحين صح حدد هدف وفي الآخر شكر ربنا قال الحمد لله إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وهكذا الإنسان اللي ما عندهوش أولاد يقعد يدعي ربنا وربنا لا يمكن هيسيبه أبدا إلا إذا قدر الله لأنه الولد والبنت ده رزق من ربنا والرزق ده مش مفروض على الله نعم إنما الرزق هذا رزق هبى من الله هبى وسيدنا إبراهيم قال هب لي عشان كده يهب لمن يشاء يعني مش رزق يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم باللي ينفعك قدير على إنه يعطيك إنه عليم قدير فالحكاية الواحد لما يتزوج وحده يجب أن يتبع الزواج بالدعاء وأكل الحلال ويمشي ويتق الله في زوجته ويتق الله في بيته الزوجة تأخرت في الإنجاب شوية لا أقلب عليها الدنيا يا أخي أمر الله في بعاد يحدده ربنا عز وجل والله وقد يأتي المعاد وأنت لا تتخيل تسعين سنة وشوفنا نمازج كتير تسعين سنة سيدة سارة ولذلك تتعجب فيقول لها ما تتعجبيش ده أمر الله وخلي زوجك بس تكسيري أنت وزوجك من الدعاء وأنا بقول لكل متزوجة متزوجة اكثروا من الدعاء الدعاء غير لا تستهينوا بالدعاء أبدا اجعل ورد يومي رب هب لي من الصالحين اجعل ورد يومي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سيدنا زكري لما رأى مريم بتاكل وتشرب دخل عليها المحراب ده العنب بتاع الشتاء موجود في الصيف والصيف ايه الحكاية دي يا مريم قالت له هذا من عند ربنا مش من عندنا انه من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب في الموقف ده أدرك قيمة المكان وقيمة هل بك ولا لا ده رفع دي ربنا على طول وقال له ايه ربي هب لي من الصالحين او ربي هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فبشر بيجي بعد كده يقول ايه ربي وفي اللقطة التانية في سورة مريم بردو بيقول اذ نادى ربه نداء خفية قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وإلى ان قال ان عاوز ولد يارثني ويرث ايه من اهل يعقوب واجعله ربي راضية يعني يكون راضي بالافعال ووفق ابوه ابو وامه ربي راضية ربنا يبشره اول ما يبشره يقول يعني يا ربي بتبشرني وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر نسب الكبر لهو زي ما ابراهيم نسب الكبر لهو وبعدين تكلم عن امرأته تانية التانية في المرة التانية ولم يتكلم عن امرأته في المرة الاولى تقديم للتعظيم الادب صحيح الادب مع زوجتك وانت الادب مع زوجك ولذلك شوف السيدة صارة بتقوله ايه اقلد وانا عجوز وهذا بعلي شيخة بعلي الكلمة دي حزر انا عجوز الاول وبعدين بعلي شيخة في بعض الناس بندحك على كلمة بعلي حاليا دلوقتي وربما بتتخذ بشيء من مثلا من الاستخفاف والهزار ودي لمواغزة عدم فهم عدم عدم فهم لدقة التعبير القرآن الله وصار بتتكلم كلاما دقيقا يحافظ على مشاعر زوجها ويحافظ على الترابط الاسري بين الزوج والزوجة اللي احترام بتقوله بعلي عارف كلمة بعلي في القرآن ادقي كلمة من كلمة زوجي ليه البعل هو الذي يقوم بزوجته خير قيام ويعطي لزوجته ما لا يعطيه الاب والام للبنت الله فيكون متكفلا بالنفقة عليها ومتكفلا بالسكن عليها ويعطيها حتى الامور الوجدانية الداخلية التي ترتبط بالانجاب فيما ذلك فيما بعد وهذا لا يستطيع ان يفعله الاب وللام فكلمة البعل هو الذي يقوم بكل شيء ولا يحتاج الى اخرين تماما عندكم في الزراعة يعني هي الواصفة كلمة بعل هي الواصفة كمان تتضمن ان البعل هو المتكفل بكل شيء للمرأة وانه يحافظ عليها من اول حياتها الاقامة والسكن وغيرها حتى وجدانها ومحبته والانجاب والاتصال بينهما لا يستطيع الاب والام لا يفعل هذا ولذلك عنديكم مثلا في النخل النخل يقول لك هناك النخل البعلي النخل البعلي ايه النخل البعلي ده هو الذي لا يطلب من زارعه ان يرويه ماء انما يكتفي بجذوره التي تمتص الماء من الارض ويكتفي بماء السماء ده في وزارة الزراع الكلام ده وحتى في فول تاني اسمه فول البعلي في الاثمار الفول البعلي وهو الذي لا يحتاج الى ارتواء الكلام ده انا قريته فين مش في كتب الزراع والله قريته في كتاب لسان العرب لابن منظور في ترسنا لما تفهم البعلي تعود الى كذا حتى الى النخل وإلى الفول وإلى غيرها لما تقول هذا بعلي هذا المتكفل بحياتي كلها ويكفل كلمة تعظيم انها مذكورة صراحة في القرآن الكريم أدب راقي وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله سيدنا ابراهيم عليه السلام بيقول فبما تبشرون تبشرون على المسانية الكبر فبما تبشرون احنا بنبشرك مش من عندنا فبما تبشرون قالهم لا احنا بنبشرك بما امر الله سبحانه وبعدين يا ابراهيم عليه السلام كان عليك ان لا تقول هذا الكلام فانت اول من يعلم ان الحياة والسنن الكونية لا تتوقف على الاسباب هذا يعني كما قلنا ان الله تبارك وتعالى يستطيع ان يخالف الاسباب في اي لحظة والزوج الذي يتزوج زوجته يصبر عليها اذا لم تنجب ولا يخرب البيت وقل لها طلق يا رجل ده حتى بعض الناس ربنا بيرزقهم اي ناس واحد جات له اول بنت مع انه يعني كما يقال خيركم من بشر بانثى زعل وعمل زي ابو جهل القنوط ظل وجهه مسودا وهو كظيم جات له التانية اتعند قال لا والله العظيم مجيني التالت ما مش عارف اعمل فيك ايه جات له التالت راح متزوجتاني راح جات له البنت الرابعة زوجتاني جات له البنت الخمسة قال بالدنيا كلها ايه اللي حصل بتعايد فيه ربنا عطا ولدين الولدين ده قصص من الحياة شهود على على ده كتير الاولاد صمبكم لا ينطقون يا الله بالاضافة الى ان كل واحد ليس له نظر هذا ده الاختفا رفع هم الدنيا كلها وقال ياريتني مانا قلت الكلام ده طبعا يا اخوان انا ما شفتش حد يا وصصطة اي واحد يتعند او يعاند في مسألة الخلفة دي ومسألة الانجاب الا وربنا يعطيه عكس ما يريد صح عشان تختبر تختبر صح كما زينا لذلك تبس يدك ربنا عطاك بنتي اخي ربنا عطاك بنتي حجزك من النار الاول ويمكن ربنا يرزقها بزوج يبقى احسن من اولادك لا تنجبهم والناس التي لم تقرأ القرآن هم الذين يعبدون الله على حرف اول مجيل الزرية دي ده ابو البنات ربنا بيوسع ارزقهم اكتر من الاولاد ولذلك البنت رزقها باتنين يعني انها حرب بعض الناس بيعمل في بعض من الحرفة كان كل يوم بيزوج بناته كل يوم ربنا يجيب له شغل جديد واعمال كثيرة وكل يوم الورشة شغالة والشركة شغالة بعد ما زوجهم ولا حاجة حتى ليست ذكرك الانسة ده كانت تعظيم للانسة الاية الكريمة ليست ذكرك الانسة ده كانت تعظيم للانسة المهم المهم نلحظ ان في قصة سيدنا بشرة الملائكة لسيدنا ابراهيم ولسيدة سارة هذه البشرة تعني اننا لا نقنط من امر الله ولذلك قالوا لما كلموه فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط عن امر ربه الا الضالون ومن يقنط عن امر ربه الا الضالون انا لا يمكن ان اقنط المسلم لا ييأس ابدا من مسائل الانجاب او من مسائل الفقر او انما يطمئني تماما فاسحاق علامة مضيئة في حياة المؤمن على انه بعد الضيق يسر وبعد الهم لا يكون الغم ولذلك اي انسان يرفع يده وقل يا رب ربنا سيخالف الاسباب كلها وينقذك مما انت فيه سازنك يعني برضو في اسقطات او في بعض المشاهد من حياة سيدنا اسحاق ما بين يعني هو تزوج ابناء نفس الطريقة نفس الطريقة لما ربنا جل ووشرناه باسحاق جل بعد كده ابراهيم مش اسحاق بس ومن وراء اسحاق يعقوب حتى في حكاية الزبح حتى في حكاية الزبح اللي تكلمنا عنها في البداية لما يقول ربنا ومن وراء اسحاق يعقوب لو كان اسحاق هو اللي هيذبح وربنا جل لابراهيم روح اذبح الولد كيف يبشره بيعقوب ايوة هذا دليل على انه يعقوب لا بد ان يأتي من اسحاق شواهد الثالثة دي لان الزبيح هو سيدنا اسماعيل نعم ويأتي بعد ذلك بعد اسحاق يأتي الاصباط وبما فيهم سيدنا يوسف كل ده بسبب دعاء واحد بس من سيدنا ابراهيم عليه السلام تعال بقى لسيدنا اسحاق سيدنا اسحاق عاش في حياته راضيا لأبويه وكان دائما سندا لأبيه وكان ابوه يحبه كثيرا ووصل من العمر ما وصل لدرجة انه يقال انه وصل تسعين سنة سيدنا اسحاق ولم ينجب نفس اللي كان من السيناريو بتكرر السيناريو بتكرر لكن لم ييأس سيدنا اسحاق بل اخذ يدعو ربه دائما ابدا الى انجب ولدين اللي هو عيسو عيسو بالصاد ويعقوب عيسو ويعقوب التوراة او الكتب المحرفة عند الصهاينة يكذبون على سيدنا اسحاق في امور كثيرة منها يقولون مثلا على سبيل المثال انه ابراهيم انه اسحاق كان يخالف امر الله فكان لا يجعل الولدين في مستوى واحد في المنزلة بل كان يحب عيسو اكثر اكثر من ايه من سيدنا عقوب ويأتي جماعة تانية في نفس التوراة يقولوا اما زوجة اسحاق فكانت تحب ويعقوب اكثر من ايه من اسحاق وترفعه في المنزلة وتفضله هذا كلام لا يليق بالانبياء ابدا ولا بيوت الانبياء النبي عندنا في الاسلام سيدنا النبي وهو حفيد سيدنا ابراهيم واسماعيل وعم سيدنا اسحاق لما رأى رجلا عنده والرجل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين ولا تقبلون ابناءكم فاستعجب سيدنا النبي فسيدنا النبي نظر الى عيون الرجل رأاه يتعجب فكأنه اراد ان يسأله فالرجل قبل ما يسأله سيدنا النبي رح سأل سيدنا النبي وقال له ايه اللي انت بتعمله ده يا رسول الله انت بتقبل الاطفال الصغيرين ابناء بنتك قال له نعم قال ان لي عشرة من الولد لم اقبل واحدا منهم انا اول مرة شوف الاستقافة الجديدة دي شوف رد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ما يعني ما لي وقد نزع الله الرحمة من قلبك من لا يرحم لا يرحم الله من لا يرحم لا يرحم فالانبياء كده دايما يسووا بين اولادهم وقبلوا ده ويعمل ده لكن تذهب الى سيدنا اسحاق لا يعدل بين اولاده وزوجته لا تعدل بين اولاده هذا اتهام لسيدنا اسحاق ونبرق سيدنا اسحاق من هذا الكلام على الاطلاق فمتى انجب بقى سيدنا اسحاق انجب بعد سن تسعين سنة او يزيد تسعين سنة كان بناء على دعوات لانه ما كانش الاول هنا للدعاء المتصل فانجب الولدين اللي احنا بنتكلم عنهم دول اللي هو عيصو وسيدنا يعقوب عليه السلام اذا المسألة قد تتكرر لكن انا الاحظ في هذه القضايا حينما تقع لابد ان تكون ثقافة الاخلاقية موجودة وحاضرة في المنزل لما ربنا قال لسيدنا يحيا لما قال ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا واصلحنا له زوجة مجالش واصلحنا هما اللي هو يحيا وزوجته انما قال واصلحنا له زوجة عائد على الست ماذا يعني هذا يعني لقطة علمية بيقولها الان علماء الاجناس في الدنيا في عالمنا المعاصر بيقوله ان الكبر للرجل ان الكبر للرجل لا يمنع الانجاب قد ينجب الرجل في اي سن ولا يقف عند عمر محدد انما الانجاب للزوجة قد يقف عند عمر محدد الطب اللي بيقول هذا الكلام عند عمر ايه محدد ده موجود في القرآن الكريم من الذي علم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الامور اعجاز الله سبحانه وتعالى فيقول فاستجبنا له وايه واصلحنا له استجبنا وهبنا له يحيى واصلحنا له ايه واصلحنا له زوجة واصلحنا له زوجة فلا يجب على الزوجة ان تتهم الزوج ويجب على الزوج ان يكون محترما في خطابه مع زوجته فالامر كله بيد الله الزوجة بريئة ان لم تنجب هي بريئة تماما قدر الله ولا منع ان انا اخذ بالعلاج واخذ بالاسباب واتحرك بس لا ارفع يدي وقل له يا ربنا القلوب ما جبلش اولاد ونعمل معارضة وقضية نرفعها ضد رب العالم انفعش هذا الكلام تمام وبناء عليه يجب علينا ان احنا نصلح ما بيننا وبين الله وندعو المولى تبارك وتعالى ان يبارك لنا في اولادنا ويبارك لنا في صحتنا ويبارك لنا في ذريتنا والدعاء للذرية كثير في القرآن رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء دعاء سيدنا ابراهيم انك سميع الدعاء رب هب لي من الصالحين دعاء سيدنا ابراهيم دعاء سيدنا زكريا يريثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضية رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كلما نكثر الدعاء لأولادنا الذي ندعوه لا يمكن أن يتخلى عن أولادنا أبدا إن شاء الله الله أمين يا رب وتقبل كل ما حضرتك ذكرت ويجعله في ميزان حسناتك تحياتي إن شاء الله نستكمل هذه السلسلة الطيبة اللي بدأناها إن شاء الله تعالى تحياتي لك يا دكتور بارك الله فيكم مشاهدين يا خلص حقاة النهاردة وزي ما قال أستاذنا وأستاذ دكتور عبد المنعن فؤاد الدعاء هو الباب الموصول لله سبحانه وتعالى وإن وقفت عندك الأسباب فإلجأ إلى مسبب الأسباب يعني نتمنى إن شاء الله تعالى نكون قدمنا قصة سيدنا إسحاق بما يليق ولن كان الكلام عن الأنبياء يعني لا تكفيه الكلمات فإن شاء الله الحلقة اللي جاي نتكلم فيها عن قصة سيدنا يعقوب إن شاء الله شكرا الكاتب الصحب منتحة معدنين رئيس تحريب برنامج شكرا إن شاء الله فيهم جديد من قصصهم عبرة في أمان الله